السلام عليكم سادس اليوم هنبدأ في درس جديد بعنوان الأملح خلينا في البداية يا سادس نعرف إيش يعني أملح عرف الأملح طبعا إحنا أخذنا في الدرس اللي قبله عن الحموض واللي قبله كمان حكينا عن القواعد اليوم رح نحكي عن الأملح عرف الأملح يا سادس هو مركب ينتج من تفاعل الحموض مع القواعد إذن كمان مرة عرف الأملح يا سادس عرف الأملح هو مركب ينتج من تفاعل الحموض مع القواعد طيب أعطيني أمثلة على أملاح في الكتاب ذكر لي فقط مثالان الملح الأول هو ملح الطعام ويستخدم هايها ملح الطعام مثال الأول ملح الطعام من الأمثلة على الأملاح والمثال الثاني عن الأملاح هو إيش مسحوق الخبيز اللي هو الخميرة الخميرة إيش بسموها مسحوق الخبيز إذن أمثلة على أملاح عندي ملح الطعام ويستخدم استخدامات أذكر استخدامات ملح الطعام يستخدم فيه تحضير الطعام حفظ الأطعمة ودبغ الجلود وله استخدامات طبية إذن يستخدم في تحضير الطعام حفظه ودبغ الجلود دبغ الجلود وهو طبعا هنا حرف الغين دبغ الجلود وله استخدامات طبية طيب نجي على المثال الثاني على الأملح وهو مصحوق الخبيز مصحوق الخبيز اللي هو الخميرة ما استخداماته في صناعة المعجنات والحلويات إذن مصحوق الخبيز الخميرة يستخدم في صناعة المعجنات والحلويات طبعا إيش رح يصير هلا ماما لما بدها تعجن في البيت شو بتحكي لك بدي خميرة مثلا اشتري لي خميرة بتجيب ماما الخميرة وتضيفها إلى عجينة الدقيق يعني عجينة لطحين لما تضيفها منلاحظ أنه بتصاعد غاز ما هو الغاز المتصاعد عند إضافة الخميرة إلى عجينة الدقيق هو غاز ثاني أكسيد الكربون يا سادس إذن مهم غاز ثاني أكسيد الكربون يتصاعد عند إضافة الخميرة إلى عجينة الدقيق فبالتالي بخلي العجينة تنتفخ ولما تنتفخ العجينة رح تطلع معاي طعمها طيب تمام؟ إذن من الأمثلة على الأملاء عندي ملح الطعام ومسحوق الخبيز اللي هي الخميرة وأخذنا استخدامات كل واحدة خلينا مع بعض يا سادس انحل أطور معرفتي أطور معرفتي هون أطور معرفتي صفحة 74 عند التعرض إلى لدغة الدبور القاعدية يمكن دعك الجلد بالخل لتخفيف الألم هلأ الدبور لدغته قاعدية فمندعك الجلد بالخل لأنه الخل حمضي فحمضي مع قاعدي بخفف إيش تأثير اللدغة لكن لماذا لا نستطيع استخدام الخل لدغة النحل الحامضية النحل لدغته حامضية ليش ما بستطيع ما منقدر نستخدم الخل حتى أخفف ألم لدغة النحل ليش؟ لأن الخل هلأ لو ضفنا الخل إلى لدغة النحل الحامضية رح يزيد من حموضة إيش القرصة هلأ الخل من الحموض فعشان هيك إذا بدي أدعك لدغة النحل بالخل بزيد عندي إيش؟ بزيد عندي تهيج القرصة وبالتالي ممكن إنه إيش تتأثى إيدك فعشان هيك بنقدر باستخدام الثوم القاعدي للدغة النحل الحمضية يعني إذا لدغنا بالنحلة لازم نستعمل إيش قاعدي ماشي؟ عشان نتخفف من إيش؟ من تأثير لدغة النحل الحمضية طب نيجع أقوم تعلمي وأتأمل فيه هون أقوم تعلمي وأتأمل فيه السؤال الأول هون السؤال الأول لماذا نضع الجبنة البيضاء المغلية في محلول ملحي؟ لماذا نضع الجبنة البيضاء المغلية في محلول ملحي؟ لحفظها مدة طويلة مش حكينا من استخدامات الأملاع حفظ الطعام فبالتالي نضع الجبنة عشان نضل عندي فترة طويلة تمام؟ السؤال الثاني خليه واجبها سادس طب خلينا مع بعض ننتقل إلى حل أسئلة الفصل حل أسئلة الفصل حل أسئلة الفصل صفحة 78 نبدأ في السؤال الأول اختر رمز الإجابة صحيحة في مائتي واحد إضافة محلول الخل يغير لون محلول الشاي إلى اللون الأخضر البني الأصفر الأزرق اللي هو الأصفر وجربوها بالبيت جيب كهسة شاي واعصر عليها ليمون هلأ الليمون حمضي فشو بصير لون الشاي بصير لون أصفر بصير لون فاتح اتنين الصابون واحد حمض اتنين قاعدة جيم ملح دال كاشف الصابون هو عبارة عن قاعدة قاعدة لأنه ايش يدخل في تركيبه قاعدة ثلاث اللون الذي يظهر عند إضافة القاعدة إلى ورقة تباع الشمس الحمراء ايش اللون اللي بظهر عند إضافة القاعدة إلى ورقة تباع الشمس الحمراء اللي هو ايش اللون الأزرق لأن القواعد تغير لون ورقة تباع الشمس الحمراء إلى الزرقاء أربعة الحمض المستخدم في صناعة بطاريات السيارات هو حمض الكبريتيك ألف حمض الكبريتيك ننتقل للسؤال الثاني صل بين اسم المادة في العمود الأول وما يناسبها من صناعات في العمود الثاني العمود الأول عندي مواد العمود الثاني الصناعات الخل مستخدم في صناعة المخللات الصودة الكاوية الصابون مسحوق الخبيز المعجنات وملح الطعام الدباغة دباغة الجلود طيب ننتقل إلى سؤال رقم ثلاث كتب أحمد رسالة إلى أخته سلمة بمحلول الخل كتبها بمحلول الخل واجعلها تجف تماما وثم أعطاها الرسالة لتقرأها فلن تستطيع قراءتها وكتبها بخل سائل طب كيف بتساعد سلمة على قراءة الرسالة طبعا هلأ الخل حمضي فأنا شو بحكي لسلمة إنه تستعمل محلول الشاي أو ملفوف أحمر عشان يكشف إيش في مكتوب في الورقة إذن يمكن أن تمسح سلمة رسالة أحمد بمحلول الشاي أو ملفوف أحمر الكواشف يعني لازم نستعمل كواشف تمام ننتقل للسؤال الأربعة لديك سوائل مختلفة عديمة اللون موضوعة في ثلاث أنابيب اختبار عندي أمبوب أو ألف با جيم كيف بدك تصنف هذه السوائل الحمض وقاعدة طبعا إحنا مش عارفين إنها لا حمض ولا قاعدة بس كيف بدي أعرف حسب شوفوا مثلا حسب شحكالي مثلا محلول ألف غير لون الشاي إلى اللون الأصفر معناته ألف شحكال حمض إذن عندما يتغير لون الشاي إلى اللون الأصفر إذن هو حمض إذن ألف غيرت للشاي إلى اللون الأصفر إذن حمض إذن ألفها إجابة ألف حمض طب نيجي على با المحلول با غير لون ورقة تباع الشمس إلى اللون الأزرق إذن با قاعدة با قاعدة والمحلول الجيم يدخل في صناعة الصابون إذا رح تكون قاعدة لأنه المستخدم في صناعة الصابون مش حمض قاعدة نيجي على سؤال خمسة آخر سؤال فالسر ما يأتي ألف يغير محلول تنظيف الزجاج لون ورقة تباع الشمس إلى اللون الأزرق ليش هيتجواب ألف؟ لأن محلول تنظيف الزجاج بدخل في تركيبه قاعدة اللي هي هيدروكسيد الأمونيوم قاعدية وبالتالي بتغير لون ورقة تباع الشمس من الأحمر إلى اللون الأزرق ينصح بتناول قطع من الخيار عند الشعور بحموضة المعدة لما نحس بحموضة في المعدة ينصح بتناول الخيار ليش؟ أن الخيار ماله له تأثير قاعدي لو تأثير قاعدة فبيعاد الحموضة المعدة يعني ما بصير مثلا أوكل ملح أو أوكل ليمون تمام لأنها حمضية جيم يستخدم ملح الليمون أو قطع الليمون في تنظيف موقد الغاز ليش؟ لأن ملح الليمون أو قطع الليمون تعمل على إزالة الأكاسيد الأكاسيد اللي هي الطبقة الفلزيلة تكونت على موقد الغاز طب هاي الأكاسيد كيف تكونت؟ تكونت بسبب عملية احتراق مثلا بنكمل شي على الغاز وبكون الغاز مثلا شغال بالنار فبتصير عندي عملية احتراق وبالتالي بتكون عندي أكاسيد لك طبقة السوداء فكيف بدي أزيلها عن طريق إضافة ملح الليمون أو قطع الليمون ولهون يا سادس منكم أنهينا الفيديو ويعطيكم ألف عافية